خيارات جديدة يتيحها مركز الإقامة المميزة في السعودية للمقيمين حيث وسع المركز من خياراته أمام المستفيدين من 2 إلى 7 خيارات لكن كيف كان الوضع سابقا؟ كانت منتجات الإقامة المميزة عبارة عن منتجين فقط سنة واحدة قابلة للتجديد بـ 100 ألف ريال سنويا أو إقامة مميزة دائمة وبرسوم تبلغ 800 ألف ريال سعودي تدفع لمرة واحدة فقط حاليا أصبحت لدى المقيم خمسة خيارات إضافية جديدة وبرسوم محددة هذه الخيارات هي كفاءة استثنائية وتعطى للمتخصصين والتنفيذيين الفئة الثانية مخصصة لأصحاب المواهب الثقافية والفنية فيما تم تخصيص فئة خاصة للمستثمرين ورواد الأعمال أما الفئة الأخيرة من الإقامة المميزة فستتاح لمالك العقارات الفئات الخمسة الجديدة من الإقامة المميزة ستتاح مقابل رسوم تبلغ أربعة آلاف ريال سعودي تدفع لمرة واحدة عند الإصدار هذا وتشمل الإقامة المميزة وحسب نظامها الجديد كافة أفراد الأسرة حتى عمر الخامسة والعشرين كما تشمل الوالدين لكن ما هي المميزات التي يحظى بها حامل الإقامة المميزة ستتاح لحاملها حرية الخروج والعودة للسعودية دون اشتراط تأشيرة الإقامة المميزة تتيح لحاملها أيضا امتلاك العقارات السكنية والتجارية والصناعية والانتفاع بالعقارات في مكة والمدينة وإعفاؤه من رسوم الانتقال من منشأة لأخرى كما يعفى حاملها وأسرته من المقابل المالي على الوافدين أيضا تتيح له استقدام العمالة الممزلية وإصدار تأشيرة زيارة للأقارب كما تتيح لحاملها استخدام مسارات المواطنين في المنافذ وامتلاك وسائل النقل الخاصة إضافة إلى حرية الانتقال بين منشآت القطاع الخاص ومزاولة الأعمال التجارية وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي